الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمبسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناقق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الخرقان أثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الصيف والقضاء وناشر العلم والهدى أصد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات بنات النبي المجتبى وأهل بيته المقهرة رضي الله تعالى عنهن وعلى أميه النبي المفقفى سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العلي العظيم الكريم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون